أقدت وزارة الإسكان اجتماعا مع ممثل صندوق مصر السيدي لمناقشة بدء تجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه بتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لأعادة الإعمار والتنمية وخلال اللقاء تقدم ممثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لأعادة الإعمار والتنمية بعرض تقديمي عن خطط بدء الأعمال والمهام المطلوبة كما تقدم ممثل المكاتب الاستشارية المتخصصة بعرض تقديمي لشرح آلية تقديم تلك الخدمات من الدراسات المبدئية والتفصيلية وأضحت وزارة الإسكان أنها تخطط للوصول إلى حوالي عشرة ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلة من خلال تنفيذ محطات الخطة الاستراتيجية للتحلية